مرحباً عليكم طبعاً أنا أتشرف أن أنا في التيم بقالنا أكثر من خمس سنين الحقيقة دكتورة ناجية وجهت نظرنا لجزء أو شابتر إحنا غالباً في الكارديولوجي أبنزكروش لكن لقيته مهمة قوي وأنا بقالي خمس سنين انتريستت جداً في هذا الشابتر وحوري حضراتكو قد إيه هو مهم طبعاً أنا أتشرف أن جيهان قد دفعتي وزوج الدكتور نبيل فرج رئيس القسم القبل السابق واشتغلت كثير قوي كمان مع أستاذ دكتور أسامة عبدالغاني أيام ما كنا بنعمل الليحة والأكريديديشن والحاجات دي وأنا يعني فخورة أن أنا اشتغلت معاه وهو علمني كثير قوي فأنا قدين بالكثير لقسم النيورو ماسكولر بالإضافة طبعاً للقسم الأم بتاعي اللي هو الكارديولوجي النهاردة حنتكلم هوين هو العنوان فعلاً معبر عن اللي جوا المحضرة نحنا بنلاقي young hearts are broken يا إما broken بكارديوميوباسي and heart failure for life أو بروكن بحاجة جديدة قوي أنا لسا ملاحظاها آخر سنتين أن العينين they die side suddenly أو حديب a survivor of sudden cardiac death at a young age though the heart seems to be normal طيب نبتدي طبعاً ده الاوتلاين بتاع المحاضرة إن إحنا قد إيه البروبلم دي أنا اكتشفت إن هي كبيرة الكلينيكال بريزنتيشن وهواري case examples إحنا شغالين دلوقتي في شغل بنحاول نعمل بجمع الفاميليز بحالها لأن الفاميليز دي مهمة قوي وهواري حضرتكم مهمة قد إيه الفاميلي هستري حقول في الآخر الحاجات دي لو شفناها لازم حد الكارديولوجي يشوف العينين دول وrecommended care and follow up إحنا طبعاً مش هطول في الديستروفين إن هو كريتيكال يعني break in the dystrophine associated protein complex وإن هو مهم جداً for membranous stabilization of the cell وبالتالي السل اللي ما فيهش ديستروفين بتبقى unstable cell لايبل إن هيجلها fibrosis وبالتالي هي بتبقى dysfunctional وطبعو the cardiac muscle يس this occurs in the cardiomyocytes ودا حيؤدي إلى أن السل دي يحصل لها سل ديث ويحصل replacement by fibrous tissue ودا حيؤدي إلى حكتين ولتنين للأسف يعني lethal أول حاجة الميوكارديل dysfunction and heart failure والحاجة التانية الأريثموجينيس ودي شفناهم بحق وحقيق الأريثموجينيس دي الفيتل الكارنت standard of treatment في الريسن progres زي ما احنا شفنا كده بتاع نيرو ماسكولر والدوشان أدت إلى أن العينين قد يصلوا إلى الفورث ديكايد of life ودا بيين لنا المجنيتود of the problem إن إحنا عند سن 18 سنة almost 90% من العينين بتوعد دوشان لازم هيبقى عندهم حاجة كاردية يا إما كارديوميوباسي يا إما they die with arrhythmia طي السن بقى اللي هو قبل كده اللي هو من 6 ل 10 سنين دول إيه أخبارهم لهم actually they look normal when you investigate them they are normal ده خلنا نشوف طب العينين الأسمتماتيك دول أخبارهم إيه فعملنا ستادي لطيفة جدا أخذنا 29 عيان دوشان يعني diagnosed genetically as doshan وأخذنا 29 carrier female carriers from the family diagnosed genetically وأخذنا زيهم normal matched healthy patients or controls وعملنا لهم ECG وعملنا لهم echo عادي خلص الإكل هوف موجود في كل حتة وإحنا عندنا في عين شمس جهاز متقدم شوية بيعمل حاجة اسمها Longitudinal Strain يعني إيه Longitudinal Strain يعني إيه Longitudinal Strain يعني أنا بشوف حركة العضلة الدقيقة مش الحركة المجمعة اسمه Global Longitudinal Strain وده طالع قوي بقاله فترة بدتكت أو بريدكت الديسفونكشن اللي هي اللي بنسميه ساطل ديسفونكشن اللي مش باين لقينا الآتي كان المين إيج بتاع العينين دول تسعة سنين أصغرهم كان أربعة أربع سنين وأكبرهم كان ثمانية وعشرين سنة واحد بس من العينين دول التسعة سنة والتسعة وعشرين والتسعة وعشرين كارير كان كمبليلينج أف سمتم سجيستف أو كارديك أفكشن وغالباً هما بيشتكوا يساعات من تلبيتشن يساعات من ديسنيا كده أون إكسبلين المين هارتريت بتاعهم كان خمسة وتسعين ودي مهمة قوي الأقل حكات ستة وستين أكتر حاجة مية وأربعة أشر الأي سي جي بتاعهم كان كمبليتي نورمال أبارت من التكيكارد لو كانت موجودة أخذنا العينين الدشان وعملنا لهم إكتر لحظنا الآتي إن السايز بتاع الفنترقل is smaller than the matched control فبدأنا نفكر ليه جبنا المري بتاعاتهم لقينا إن العينين دول عندهم نسبة فايبرس تشو جوه المري كبيرة وده يفسر ليه إذا مايو كارديم إذي the left ventricle is smaller والجي ألأسة والهي اللونجدولي السريم بتاعتهم is lower than the control though the ejection fraction is completely normal the heart looks normal أبارتن هو صغير شوية بس نورمال فيش أي حق لكن زي ماح نشوف significant decrease ليه زي ماحنا شايفين كده الآن 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 بحصل لها shortening عشان تحصل contraction وبالتالي هي بالمينس وبدأ هم مينس 18 بينما in control minus 21 وده كان highly significant طيب what about the carriers إخواتهم وأمهاتهم اللي diagnose to be carriers لأنها نفس القصة عندهم بالاكل عادي completely normal لما نعمل الـ GLS نلاقي لا برضو عندهم significant reduction of the global longitudinal strain يعني المسل نفسها is not contracting normally globally normal لكن muscle by muscle no fiber by fiber no significant lower than the matched control طيب ده خلانا نفكر إيه هي البريدكتور ندخل شوية في القصة ونشوف ما هي الحاجات التي نشوفها نقول العيان ده عنده cardiac اول حاجة بدأنا نعمل registry غير الرسالة بدأنا نجمع كل عيانين الدكتورة ناجية بتبعتهم إجراء المصدر غير الرسالة مصدر إجراء لنشوف بالتجمع ما هي حلاقية نجية ده بدأت المصدر بالتجمع المشكلة وتزعلن نهاجات مضمون دول عندهم ejection fraction lower than normal ودول بيتروحوا ما بين 45-47 من 51-54 دول أكتر ناس عندهم cardiac affection حاجة تانية ان كل ما الاج بتاع العيان كبر كل ما الافدنس of cardiac affection كبر لكن لقيت حاجة تانية ان sometimes the patients are young and they have cardiac affection overt cardiac affection فبدأت أخذ family history أسألهم انتم مين وقرائب ولا مش قرائب لقيت إن family history of similar affections يعني uncles sons of the aunts لازم الطفل ده لازم هيجيله cardiac affection cardiac affection early ما هوش لقيت ما يستناش 18 سنة أبدا تلاقيهم عند 4 و 5 و 6 سنين يجيلهم حاجة تانية لو في طفلين في الأسرة عندهم في نفس الأسرة واحد منهم لازم هيبقى عنده overt cardiac affection حاجة تالتة الفيميل كارير لو even CK عالي أو الكرياتينين كاينيز بتاع الست عالي قوي لازم حد من عيالها هيبقى عنده يعني مخلفة اتنين والتنين عندهم دوشان واحد منهم لازم هيبقى عنده cardiac affection فلقيت إن دول تلتة عوامل خاطرين جدا في الفاميلي هستري إن أنا لو لقيت family history of aunt and uncle's affection two patients in the same family two sons أو two brothers لو لقيت إن كارير في الفاميلي الدوتر أو الماثر عندها CK عالي أو genetically approved دول التلتة عوامل لازم عيال مليا هيبقى عنده overt cardiac affection يعني لقى الإيجيكشن فركشن بتاعه جايلي في الزيارة 60% اللي هي which is normal بعد ستة شهور ألاقي نازل 50 و45 في خلال ستة شهور الحاجة كمان المهمة إن longer the duration of being non-ambulated كل ما الطفل قعد على الكرسي كل ما بدأ العيان دي يجيله كارجيك أفكشن الوحش بقى في الموضوع إنه هو doesn't complain لأنه ما بيتحركش فمش هي مش هي خلي العيلة تدور ولا الكارجيك أفكشن فالقعد على الكرسي دي بتخلي في high incidence of cardiac affection طبعاً the severe the skeletal muscle affection يعني كل ما الطفل بقى عنده disability أكتر كل ما سيجيله كارجيك أفكشن أكتر الحاجة الأخيرة the presence of unexplained sinus tachycardia الطفل لا يشتكيش ومع ذلك ألاقي الهارد ريت بتاعه عالي unexplained لا يوجد شيء تفسر هذا الهارد ريت العوامل الستة دول وجودهم بيؤدي أن الطفل سيجيله at a younger age عمره لا يستنى لـ 18 سنة أبداً لكي تستطيع كارديوميوباثي أو آريثميا هذا شكل الجلوبال longitude اللي نحن نعمله وده النورمال كله كده أحمر يعني كله مينس ده الهارد كأننا مطبقينه زي كوبايت الأطفال دي الإبكس جوه في الوسط والبيز هي اللي بره ودي السيجمينت كلها ده النورمال طب what about ده patient عندنا دوشان الناحية الشمال دي مبينة الكارديوميوباثي اجيكشن فراكشن بتاعه نورمال completely normal 60% لكن أنا ما عملت له global incitial سترين لأ لترا كله في الألوان بتاعة الامبرمن من أول البيز لحد الابكس عنده سطل دي سانكشن دي سزوان الف كارير اللي احنا عملناها وكان عندها ميوتيشن على اكسون اكسون 41 برضو completely normal اجيكشن فراكشن أوت تقريبا 65% لكن لما عملنا لها global لون كترين لقينا في برضو كارديك افكشن في اللاترال احنا مش عارفين ليه اللاترال لحد دلوقتي يعني اللاترال ده حصل له سيفير افكشن في حالتين حالة دوشان والكاريرز والحالة الثانية كانت في البوست كوفيد العيانين اللاترال ده مصلي افكت السببب ايه مش عارف لسه ما محتاج ان ابحث وادور شوية ده واحد من العيانين بتوعي الاول مرة اشوف من خمس سنين ده عنده 14 سنة كان جايلي في الو افكت نورمال هارت وكان على كابوتين سمول دوز كده اللي احنا قرد لجايد لائنس عالفين وتساعة تاشر من دوز كده كنوع من البروفيلاكتيك اكينيست الفيبروسي اللي بيحصل في الدوشين الطفل اشتك في يوم من فجأة امه لقيته عرقان جدا مش قادر يتحرك اخذته على اي ار ار عمله اعتذر عن سوء الاي سي جي بس الاي ار العيان جاي بوايد كومبليكس تاكيكارديا بلوت بريشور يكاد يكون ما فيش طبعا دي سي شوك واتحجز في الرعاية يومين ومشينا على انتي اريثميك وانحنا نركب اي سي او انترنال كارديو فيرطر ده عيان العيان التاني شفت واحد اخو ولد برضو الاتنين دوشان واحد مات صدنلي يعني نايم والولد نام جمي صحو الصبح يعني داد اخو بقى كان عنده اناكس بلين سيناستاكيكارديا بدأت تنفيستيجيت عملتلو وعملتلو ايكو فيش حاجة باينة بس ده عنده ريسك فاكتور فور صادن كاردياك داف حقيقا انا اتدور في حال حد اشتغل على الحتة دي حتة دي ازاي انا اقدر تنفيذكت دلوقتي لكن ازاي تنفيذكت الكاردياك اريثميا لا ده محتاج مننا يمكن ان اركب لهم مثلا اي سي دي معلش وصل خمسة وخمسين وستين الف ستين الف جنيه فعيان اي دونت لو يعني قديل دوريشن اوف لاي دا وهيبق افكتف ولا لأ برضو الحاجات دي يعني كوستشن ذات ما مصد بي انسرد دخل لنا نحنا نرجع لده الشرط ده جاي لنا من الجايد تاعة 2019 ان احنا العيانين once diagnosed نبتدي نعمل لهم annual assessment سواء asymptomatic دول لازم اعمل لهم annual لو بدأ يبقوا symptomatic لازم ان انا يبقى مور frequent visits وان انا ادخل لهم بال anti-failure لو في failure لكن هما كانوا recommending ان انا بتدلهم small dose of beta blocker and small dose of beta blocker لو هما tachycardia وده بدأنا نشتغل عليه ده بدأنا نشتغل عليه فعلا دخلنا لهم ace inhibitor وبدأنا ندخل لهم beta blocker وبنتباح هم دلوقتي meticulously العينين دول بيقول لنا كل ست شهور نشوف نعمل لهم frequent visits او نعمل او global long strain نعمل ECG لو لقى اي نوع من التاكي كارديا بعد طبعا حصول الحالتين بتاعت sudden cardiac death بتاعت ال VT ده عشان نكتشف لو في اي early affection ويعني انا محضرتي قصيرة محبت ادخلكوا في ال cardiology ولكن i hope ان هي تكون informative ان يا جماعة لو احنا family history ولأينا carriers similar affection past history of ankles or sons of the ants عندهم نفس الدزيز دول high risk شكرا جزيلا لكم